بويا يا عبال حسن قالت حاضر الشداد بنت كان وطحت بالعظيم الأشد بويا يا عبال حسن قالت حاضر الشداد بنت كان وطحت بالعظيم الأشد أحضر أحضر إلي ما بقى لأحد أحضر أحضر إلي ما بقى لأحد صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله سلام الله عليك سيدي وعلى أهل بيتك المعصوم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة والعاديات والعاديات من الفسطاة ضابحة والعاديات من الفسطاة ضابحة والموريات زناد الحزن في لهبي والذاريات ترابا فوق أرؤسها حزنا لكل صريع بالعراغة تربي ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعها فاحص الرجلين في الترب تشوط عنه وتأتيه مكابدة من حاله وعراغا أعظم الكرب فقل بهاجر فقل بهاجر إسماعيل أحزنها متى تشوط عنه من حر الثرى أَتَأْ بِيَirًبَيْرْهِ وَمَا حَكَتْهَا وَمَا حَكَتْهَا وَلَا أُمُّ الْكَلِيمْ أَسَنْ غدات في اليم ألقته من الطلب هذه إليها ابنها قد عاد مرتضعا وهذه قد سقي بالبارد العذب فأين هاتان ممن قد قضى عطشا رضيعها ونآ عنها ولم يؤبي كانت ترجي عزاء فيه بعد أب له يا باية فلم تحظى بابن لا ولا بأبي وأضحت في نهار لا ذكاء له وباتت الليلة في جو بلا يا باية يا باية يا غاية شوه به قال قال خلتها بحضنها ونحنت فوق خلتها بحضنها ونحنت فوق يا بفوق أو ظل يصفق قلبها علياه من شوق من شوق تهيج تهيج أحزانها من تنظر الطوقة الصار بحالها من الوجه يا يدوى الأحزان الصار بحالها من الوجه يا يدوى الأحزان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كشف الغمة في المجلد الثاني عن علي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه قال قالت فاطمة عليها السلام قال لي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى على ابنتي فاطمة غفر الله له ذنوبه وألحقه بي حيث كنت من الجنة مقدمتان قبل الحديث عن هذا الحديث المهم المقدمة الأولى أمرنا أمرنا أمراً أن ندقق في كلام الأطهار عليه السلام وأن لا نجعل التدبر فيه تدبراً هامشياً بل نستفرغ الوسع الفكري في معرفة مضامينه كلامهم نور كلامهم نور لعل الإشارة إلى هذا المعنى في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خذ الكتابة بقوة ليس بضعف قطعاً بقوة ليست القوة الجسمانية العضلية يكون سوء أدب خذ الكتاب بقوة يعني بقوة عضلية سوء أدب الآن نقدم لك فدهدية لواحد شخص ويأخذها بقوة سوء أدب هذا لا المقصود خذ الكتابة بقوة يعني بقوة فكرية بقوة عقلية يعني استنفر كل ما عندك من طاقات لتتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى خذ الكتابة بقوة نتيجة فالله تبارك وتعالى إذن أمرنا أن نتدبر في هذا الكلام المعصوم في هذا الكلام المعصوم ولا نتساهل لا نتسامح كثيراً في فهمه في تقليب مضامينه إمامنا الجواد يقول أيضاً تدعيماً لهذه الفكرة إمامنا الجواد عليه السلام يقول أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء أعربوا كلامنا يعني أبينوه استوضحوا معانيه فإنه ينطوي على أسرار على معاني جم فعلى كل حال لسنا مع التسطيح أبداً لكلامهم لفهم كلامهم هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية وهي أهم من الأولى وهي أهم وأخطر من الأولى أيها الأحباب الله تبارك وتعالى حينما يعطي قاعدة دينية قاعدة دينية أي قاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أدري أشياء كثيرة مزين الدين كله عبارة عن قواعد مجموعة قواعد هذه القواعد لا يمكن يعني رجاء اللي فاهم هكذا فهم خلي بدل فهمه لا نفهم أن هذه العبارة تخلو من شرائط أبداً إما ضمنية فيها يعني شرائط ضمنية إما ظاهرة أو مضمرة ظاهرة أو مضمرة فيها شرائط لا إله إلا الله قوله لا إله إلا الله مشهور جداً كلنا حافظين الحديث من قال لا إله إلا الله أو هكذا لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمنه حط لها الإمام الرضا شرط قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها كل شيء كل القواعد الدينية فيها شروط مستبطنة فيها شروط ذاتية ظاهرة أو مضمرة اختفتوا يعني نفسها هي لا إله إلا الله هذا شوية معنة قول الإمام الرضا عليه السلام هي نفسها لا إله إلا الله عبارة عن شروط وشروط تكسر الظهر والله لا إله إلا الله مو سهلة تقولها لا إلهة لا هذه في اللغة العربية لا نافية للجنس معروفة أخت إنّة من جماعة إنّة وأخواتها يعني إذا دخلت على الجملة الإسمية تنصب مبتدأ وترفع خبر لا إلهة إلهة حق النصب الآن هنا منصوبة لماذا؟ اسم لا النافية للجنس لا إلهة خبرها وين؟ خبرها محذوف تقديره موجود يعني الأصل العبارة هيتش حتى نفهم لا إلهة موجود إلا الله أسألك بربك أنت في قلبك أكو آلهة غير رب العالمين؟ إن شاء الله ماكو نسأل الله أن ماكو آلهة غير الله تبارك وتعالى لكن هو نفسه القرآن الكريم قال أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰهُ ما استجيروا بالله زين؟ ممكن إلهة الهوى إلهة الرياء إلهة السمعة وما أشبه فآلهة غير الله سبحانه وتعالى نفس العبارة إذن فيها شروط يقول لك لا إلهة موجود كون إلا الله يلا يشتغل مفعولها وهكذا في كل العبائر الدينية كل القواعد الدينية من جملتها أخواني هاي الأحاديث اللي مثلا الآن حديثنا من صلى على ابنتي فاطمة غفر الله تبارك وتعالى له وألحقه بي حيث كنت من الجنة هاي العبارة مطلقة هاي العبارة مطلقة مطلقة يعني الآن نقعد الآن قاعد أنا أقول اللهم صلي على فاطمة أبيها بعلها بنيها سر المستودع فيها انطبقت علي الشراء خلاص غفر لي ودخلت الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله يو أكو بي أحكي لا أكو بي أحكي حتى لن لن نخلط الأمور بي أحكي شوفوا أيها الأحباب أكو مسألة مسألة عميقة جدا سهلة في الطرح بس هي عميقة تفكر بيها أنه المؤمن المؤمن يقع في الذنب أو لا يقع في الذنب يقع في الذنب القرآن الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المن للمتقين أم ذول مو المؤمنين العاديين متقين شنو ذول المتقين قال الذين آي الذين في اللغة شارحة يعني راح يش راح يتتعريفهم يا هم الذين المتقون يا هم قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة عجيب قد يفعلون الفاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم لكن شنو فرقهم عن غيرهم إذا هذا المؤمن يذنب وغير المؤمنهم يذنب يقع في الذنب هذا يقع في الفاحشة ذاك يقع في الفاحشة ما ميزته على غيره شنو المائز له على غيره قرآن بيّن قال الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله آي وحدة بالله حسبوا ياه ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله أكبر هذا فرقه عن غيره شوفوا في الروايات أيها الأحباب في وصية رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري قال يا أبا ذر إن نفس المؤمن أشد ارتكاظا عن الخطيئة أشد ارتكاظا عن الخطيئة والذن من العصفور إذا ألقي به في شركه نجيب لك عصفور الآن خليه في شبكة في شرك شون هذا الشكل فرفر بس يطلع يقول المؤمن هكذا حالته مع الذن مو مأنوس بالذن مستأنس فرحان والله شنو يشتغل بالربة مثلا مأنوس طبيعي جدا عند الحالة ونستجيروا بالله الذنب إخواني ما بي تعكير للمزاج لا حلو تريد النفس سهل جدا كل السهل زين بتلبية للشهوات فأنت راح تصور يعني قبل لا تذنب نمر به الحالة قبل ما تذنب تصور أنه بعد الذنب راح تصير صاحقة ما أدري شيء يصير بيك لا والله كل شيء ماكو شو نمت الدنيا سودة قعدت الدنيا بيضة الحمد لله ماكو شيء خلص خليه كرر خليه كرر ثانيا ثالثا رابعا طبع الله على قلبك ذاك البعيد تهيت مو تشي الذنب الذنب يلوث الداخل بشون يعني كجريان الدم في العروق ما تدري به سين كالمرض الخبيث نستجيره بالله شوية شوية يهدم ما تشعر به هاي خطورة الذنب فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم يحاجي أبو ذر يقل يا أبا ذر وإن ذنب المؤمن عليه كالصخرة توشك أن تقع عليه هتش المؤمن مو مستأنس بالذنب وفرحان وطبيعي عنده أخذ غيبة إيه وليكن هذه يعني فاكهة الشتاء النار اللي ما معالي يقول عليه السلام إحنا فاكهة مجالسنا للأسف الشديد من مرارة أقولها والله العظيم الغيبة يعني بس واحد ينطيق قفاحة يتعلي ليش ليش بأي حق بأي حق بأي مجوز شرعي لماذا لا نتق الله لماذا لا نتق الله لماذا لا نخاف الله إلى متى هذا التمثيل والكذب على أنفسنا وعلى الله سبحانه وتعالى ومراراً قائلها وأقولها السماء لن تخدع ماكو أحد خدع السماء هي تخدعك يخادعون الله وهو خادعهم يمكرون ويمكر الله ماكوش حاجي ضحك على النفس الغيبة أشد من الزنا أشد من سبعين زنية في الكعبة الغيبة وإحنا عدنا أسهل شيء الغيبة ليش إحنا مرضى أخواني خلنصارح أنفسنا مرضى والله من الأخمص إلى الرأس مرضى هذه أمراض أيها الأحباب نستسيغ أشد الذنوب عند الله سبحانه وتعالى ونطمع في جنة عرضها السماوات والأرض وأحلى المفضلون خسئت ذاك البعيد ذاك تفكر مع الله سبحانه وتعالى علي أمير المؤمنين ألسنا شيعته علي أمير المؤمنين قال في نهج البلاغة عن قضية الشيطان قال ليس بين الله وبين أحد قرابة أقسم عليكم بكل مقدس اصغوا إلي بقلوبكم أنا ما أحبب أخلي المنبر بس ثواب في مال لا الله وياك مأجور لا شوي يريد موعظة أنا وياكم أنا أقلكم شأنا زين نتعظ جميعا قال أمير المؤمنين ليس بين الله وبين أحد قرابة في استباحة حمى حرمه على العالمين حمى حرم على العالمين زينة حرم على الشرق الغربي الدنيا كلها يبيحها إليك ليش شنو فرقك غيبة حرمها على الجميع أنت شنو فرقك ليش تاخذ غيبة ما هي ميزتك هذا خداع النفس خداع النفس ليس أكثر من ذلك ولا أقل ليس بين الله وبين أحد قرابة في استباحة حمى حمى حرمه على العالمين ولا يدخل الله جنته جنته أحدا بعد ارتكابه أمرا أدخل عليه تفتوا أدخل عليه ملكا النار وهو إبليس يقصد الإمام عليه عليه السلام وذاك طاوس ملائكة خمسة آلاف سنة لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة هي زين مع ذلك استباح حمى الله وأصر على المعصية أصر أصر إبليس شيطان وإلى الآن هو مصر قال لرب العالمين خلص أنك من المرجومين لا تخدع نفسك أنت منه أنا منه نتق الله سبحانه وتعالى نتق الله نخاف الله في أنفسنا لا أقل على كل حال فيقل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقل لذنب المؤمن عليه كالصخرة توشك أن تقع عليه بلا عيش الشعور قاعد وفوقك صخرة معلقة لا ياسا عطيح لراسك شون شعور هذا حقيقة مخيف يقول المؤمن هجي خايف من ذنبه 24 ساعة استغفر الله ربي إلهي عفيت عني غفرت لي بعد ما أرجع بعد ما أكررها تفت مو طبيعي جدا عنده قل لذنب الكافر عليه كذباب مر على أنفه ذبانة خلت على طردها الشكل خلاص اتهت القضية هذا الذنب للكافر فإذن إخواني أكو فرق بين ذنب المؤمن وذنب غيره فرق كبير إلهي ما عصيتك تدعيما للفكرة سجاد عليه السلام زين العباد صلى الله عليه وسلامه عليه يقول له إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاحت شوف هو طبعا السجاد معصوم عليه السلام بس هذا يعلمنا يقدبنا أنا صاحب الذن بيقل لي زين العابدين من ترتكب ذن هتش حتش ويرب العالمين حتى يغفر لك ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاحد ولا لربوبيتك متعرض ولا لوعيدك مستخف أو متهاون ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي وأعانني شقوتي فأنا الآن من عذابك من يستنقذني أنا جايك يا ربي ما أكابر ما أكابر ما سوي السيء حسن وأعتبر نفسي أنا لا خير خلق الله لا والله أعترف أذل بين يدي الجبار تبارك الله وتعالى إذن إخواني فكل عبائر وردت في الشريعة ليست مطلقة على عواهنها أبدا فيها شروط ضمنية إذا لم نلتفت إلى شروطها الضمنية الملازمة لها ظاهرة كانت أو مضمرة فاتنا الفضل هنا أخواني موضوع الصلاة على فاطمة هواي بأسرار أحب هذه الليلة يعني أذكر بعضها طبعا أكفت كلمة للشيخ الإحسائي رحمه الله في مسألة الزهراء عموما قضية الزهراء عليه السلام هو يعتبرها يقول صاحبة فضل على الوجود كله ليش يقول يعني مفاد مبنى روائي عندنا في الروايات أن فاطمة عليه السلام بها بنورها أزهر الوجود كله صحيح يعني ما مجبور أجيب الرواية كلكم محافظينها وسامعينها مشهورة جدا مشهورة جدا في العوالم في البحار موجودة مزين يقول وبالتالي النور طبعا النور مو هذا الضوة بس هذا الضوة لا لا النور المقصود المعرفة صحيح نور المعرفة العلم العلم نور يعني كل عموما المعرفة نور زين فيقول فاطمة عليه السلام منها منها صدر الله سبحانه وتعالى النور للوجود يعني المعرفة للوجود كله فبالتالي صاحبة فضل صاحبة فضل يقول فلا يتقدمها أحد حتى أبنائها هو يستدل على هذه القضية أنه ليش هي أفضل من أبنائها يقول صاحبة وجود حتى عليهم باستثناء دل الدليل الخاص باستثناء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أبوها وبعلها صلى الله عليه وسلامه عليه فمقصودي مقصودي أن لها شعنا من الشعن من تريد أن تتحدث عن الزهراء قضايا الزهراء عليه السلام كون نطيها حقها الصلاة على فاطمة عليه السلام شوفوا أيها الأحباب كون مقدمة نمهد يعني تمهيدات بعد تمهيدات حتى نوصل للفكرة المطلب اللي ريد نطرحها هاي الليلة مسيرتنا إلى الله سبحانه وتعالى محفوفة بالمخاطر بالعقبات فلقتحم العقبة من جملة العقبات نذكر تلافة شاهدنا وي الصلاة على الزهراء عليه السلام حتى نرجع الموضوع الزهراء الصلاة على فاطمة أول عائق أول عقبة تلاقينا إحنا عقبة المنشأ الطيني هو رب العالمين تبارك وتعالى من رادي يختبرنا يبتلين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتنة بلاء من ضرورة البلاء خلانا طين وروح روح سماوية علوية وطين معروفة هي القضايا بديهية بس أذكر بها عدي شاهد وطين هذا الطين إحنا خلانا نخلد إلى الأرض خلنا نتعاجز نتكاسل ننام عن الصلاة ما أدري يعني هذه ما كل خلود إلى الأرض ملذاتها شهواتها طبيعة طينية وانطاق قدرة روحية تقدر تطلع هذا البدن البدن هذا من غمسة الطين وترتقي به إلى علياء المثل والقيم تقدر زين الإمام الباقر عليه السلام يقول ما ضعف بدن عما قويت عليه النية يقول الروح مسلطة على البدن تقدر تقودها بأي شيء بس أنت ها أدير بالك الطيقوة للروح أكثر من البدن تمشي شغلتك تفتين إن شاء الله فهاي ظلمة خطيرة هاي إخواني أكو ناس أخلدت إلى الأرض مثل بلعم بن باعوراء وراح صار لعنة سبة في التاريخ كله تاريخ الوجود كله تقريبا زين إلا قليلا هاي العقبة الأولى أو الظلمة الأولى فأنا عبر عنها ظلمة ظلمة ثانية اللي تقطع الطريق علينا طريق التكامل إلى الله سبحانه وتعالى ظلمة الأفكار المظلمة تفتوني القرآن الكريم شي يقول يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق يقول هذا من تاكل أنت أعبالك للحم الماموذكة الذبيحة ذا ما مذبوحة على الطريقة الشرعية يقول تستسيغها يقول لك القرآن الكريم لا إذا استساغيت أكل اللحم الماموذكا قطعا قطعا في نفسك فسق يا سبحان الله فسق خلانا ناكل اللحوم أو الطعام اللي ما مذكر عليه اسم الله نستسيغ هذه القضية زين وإنه لفسق بعدين شي يقول خطورة النص القرآني قال وإن الشياطين التفت وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون يعني يقول ذول اللي لقمتهم ما يعتنون بيهم نين جابها من حلال من حرام مذكات ما مذكات نجسة طاهرة المهم ياكل يعبد بطنه يقول هذا في الأحرى القرآن الكريم يقول يقول هذا في الأحرى رح يصير بوق للشيطان ينفخ فيه الشيطان شبهات وهو بالنتيجة يطلع شبهات بثها علينا يا سبحان الله يقول هذا اللي يصدر شبهات إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون يقول ذول يبدو الشيطان ينفخ بيهم شبهات سبب شنو يقول طعامهم طعامهم سبحان الله فشاهدنا وين إخواني شاهدنا الأفكار الملوثة الأفكار الملوثة ظلمة 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 فكرية زين حتى الإمام الصادق عليه السلام يقول في القلب إذنيا إذنيا أذنين لكل قلب زين أذن مفتوحة على الشيطان وأذن مفتوحة على ملائكة الرحمن فإذا هم العبد بالمعصية ناداه الشيطان عبر هاي الإذن المفتوحة طبعا كل أسرار تشفيرات عجيب أمر آل محمد قال فينادي زين لي يقول له افعل ملائكة الرحمن يقول له لا تفعل الخيار إلي الشيطان ما مصلط علينا جبرا لا فقط حدود قهارية الشيطان علينا هو التزين والدعوة وما كان لي عليكم من سلطان إلا المقدار يعني إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم الظلمة الثالثة ظلمة الفكر تفتوح بحث الظاهر خطير يعني المسألة خطيرة موش يعني مو سهلة الظلمة الثالثة ظلمة الرذائل الأخلاقية الرذائل الأخلاقية هذه الإنسان يوم اللي يكون عنده نستجيره بالله بعض الرذائل اتجر إلى معصية الله مثل رذيلة البخل هاي رذيلة البخل اتجر تخليه ما يدفع حقوق الله سبحانه وتعالى ولا حقوق العباد يظلمهم ما ينتحق هذا ما يوفي الدين ما يسوي كذا مو رذيلة وشنو هي رذيلة البخل ها فإذا ما تخلص من هاي الرذائل ما يقدر يشوف طريقة والله التفتولي هسأل شوف أنت الحديث أجنبي عن الصلاة على فاطمة راح تشوف راح يرتبط سريعا فحتى حتى تتخلص من هاي الرذائل أولا كنت تكتشف عندك رذائل لأن احنا مع الأسف الشديد يعني ما نصارح أنفسنا ما نتعمق أنه أنا يا بقى عندي صفاتي وما عندي فأولا كنت تكتشفها يلا تعالجها إذا ما اكتشف الخطأ تعالجها تقدر استحيل كنت تكتشف أولا زين يقول زين لهم الشيطان وأعمالهم قرآن الكريم زين لهم الشيطان أعمالهم فأعماله كل شح حلوة بعينه وجميلة جدا وهو خير الناس يا سبحان الله ما هي بالله لا يقدر يفكر ما يقدر المرآة هاي مرآة الفكر مصدقة مزنجرة ليش شيطاني زين كل ما تراجع نفسك قل لك لا أنت أحفظ للناس واحسن الناس البارحة مصلى الليل أنت في شنو بعد جسم يا الله هذا مشيه يا معود أنت أبو دمعة يا معود أنت خير أبو صدقة أنت فيمشي هاي بهاي خليك تعصى الله سبحانه وتعالى من حيث تطيعه أو تطيعه من حيث تعصيه هكذا يعني يلبس عليك الحق بباطل ومرضيك مقنعك زين نستجيروا بالله خطرة المسألة فالحل شنو الحل الحل قلت لك أنه أنت تفكر أنا فكر صعبة الحل أكو عدنا حل مختصر حليا هنا واحد رح يرتبط بالزهراء الحل الأول مختصر أذكر أن تعرض نفسك على القدوة على القدوة ولذلك أخواني رسالة لن خرب القدوة أيها الأحباب في الشعر عدنا قدوة في الشعر لن نزل مستوى الشعر إلى دون هذا القدوة قدوات في الشعر صحيح أو لا أكو في التأليف قدوات لا تقنع بالأقل في الخطابة قدوات لا تقنع بالأقل تخرب القدوة إذا خربت القدوة انتهت الموازين في المجتمع زين لا يعرف محسن من مسيء الإمام علي يقول عليه السلام فدائما خلي قدوات قدوات نماذج عليا دون هذه النماذج العليا لا تقنع لا تقنع تخرب على غيرك تخرب على غيرك في كل مجالات في كل مجالات الحياة زين فإحنا عدنا كبرياء للأسف الشديد ما نقنع يعني ما نخضع للقدوة ونجيين نقول له يا بر أنت أستاذ أنت باحث أنت عالم أنت مفكر أنت مربي أنت أنت إلى آخره ومعاشرني أنت أخوي بن عمي صديقي جاري إمام مسجد معاشرني تعرفني بالله عليك كأفي مجاملة وطبطبة وحياك وكذا لا أسولف لي أنا شنو بالله الأشياء لي أنا ما شايفة بروحي أردن مو يا أخي أردن ترقى أردن تطور أعاد رأي شوف ما سيقلك أنت ما شايفة بروحك سيقلك والله من دون زعل سيقلك لا والله أنا أردن أصعد بمستوي سيقلك أنت بخيل أنت مصاحب موعد أنت مصاحب كلمة أجيب معقولة نعم واحدة اثنين ثلاثة آي والله لماذا لا أردن قبل تزيين الشيطان ما يريد يراويك حقيقتك خاف تتراجع يروح يقول لك غوص غوص زين من لطف الله بنا هنا وصلنا من لطف الله بنا تبارك الله وتعالى خلانا محطات تزويد مجانية فش قد لطيف رب العالمين هاي المحطات غسل محطات غسل جلاء تنقية تصفية يقول لك أدري بك ابن هذا ما تراح تكتشفين وصعب عليك ويعني فذني محطات تزويد وقود مجانية تريد ترجع الهين ارجع الهين براحتك يمشى لك شغل وشغل كبير جدا عظيم مثل مثلي يجذني الاستغفار الأذكار عموما الصلاة على محمد وآله الله اللهم صلاة على محمد وآله محمد بعد لا تقول لي صير لا تصير ليش لان جاي قل لك محطات مجانية قل لا تطالبني هندسة لا 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 هي مجانية مجانية بعد لطف من الله شي تفضلي رب العالمين يتفضل عليك بعد لا تقول لانا مستحق لا طبعا ما مستحق لا انت ولا أنا ما مستحقين هي مجانية من لطف الله أكون لطف بي استحقاق طبعا أكون لطف بي استحقاق بس مجمل الألطاف الإلهية بدون استحقاق يعني اليوم اللي وجدنا في الدنيا وجدنا عدم ما كنا شي ووجدنا لطف من الله هم مستحقينه عندنا معاملة مقدمينها قبل لا نوجد لا والله مذر لا قبل الذر وقبل كل شي قبل لم نكن شيئا مذكورة قبل كل شي فهل كنا نستحق على الله سبحانه وتعالى يعني نستحق حتما على الله لن نجي للدنيا لا والله أعوذ بالله استغفروا إلى الوجود عموما قبل الدنيا لا تفضل من الله محطات تفضلية من الله سبحانه وتعالى مثلا الصلاة على محمد احنا موضوعنا بعدين الصلاة على الزهراء فاطمة اللهم صلى على محمد شوف اخواني الآية المشهورة جدا الآية المشهورة اللي في صلواتنا في قبيل الأذان نقرأها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صل على محمد وآله إن توكيد إن الله يعني مؤكد الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وملائكة الله يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رب العالمين يصلي والملائكة تصلي على هذا النبي صلى الله عليك يا رسول الله فأنتو المطلوب منكم يا أيها الذين آمنوا هم شه تسوون لازم صلوا عليه مو بس تصلون عليه تسلمون شنو تسليم يعني ما ينفع تصلي من دون ما تسلم له أمرك تقل لي يا رسول الله هذا أنا عبدك بين ديك مزين تصرف بي ش تريد تسوي صلوا عليه وبعد شنو سلموا شنو معنى الصلاة شنو معنى الصلاة لما قرن بيها تسليم قال أريد وياها مشروط التسليم لازم نفكر الصلاة لها معنى لها معنى لها معاني معنى من معاني الصلاة هو هذا الذكر اللهم صلي على محمد وآلي هذا مظهرها جوهرها التواصل الصلاة مأخوذة من الصلة التواصل صلة مزين إن الله يتواصل مع النبي حتى ينطيه صحيح وفوق كل ذي علم عليم رب العالمين يفيد علي يتواصل وياه يصلي عليه يعني يتواصل معه ينطيه الملائكة تتواصل معه تاخذ منه أنت يا أيها الذين آمنوا تواصلوا معه ذي شنو الفائدة تواصلوا ياه قال تواصلوا وسلموا إذا تتواصلوا ما مسلم معترض تنتفع ما تنتفع تواصل وسلم لا سلم إقنع إقنع اقتدي به جعله قدوة أسوة لك إذا تواصلت وياه زين إذا صليت عليه صلى الله عليك يا رسول الله هو بالمقابل سيصلي عليك بس صلاته عليك تختلف إلها فد مفعول خاص شلون خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم إذا صلى عليك رسول الله سكنت نفسك سكنت يعني شنو يعني دخلك إيمان جديد سكن صار إيمان جديد دخلك من يدخل عليك إيمان جديد القرآن قال القرآن قال هو الذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هاي السكينة هي اللي تزود إيمانك هاي منين تجيبه؟ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صل على حبي 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 اتطور اتطور عندك هذا السكينة اتطورت أنت كثير الصلاة على رسول الله كثير التواصل معه تتطور 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 هذه السكينة إلى أن تستحق أن الله تبارك وتعالى يصلي عليك فيخرجك من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات خلصك من الظلمات اللي ذكرنا من عدن ثلاثة إنه هاي ذكرنا ثلاثة من عدن خصوص الصلاة على فاطمة إله خصوصية بعد أكثر أكبر أولا أنه يغفر لك التفتوا أخواني في القرآن الكريم عندنا دخول الباب والقول قول حطة عند الباب يغفر ماكو مشكلة تجي لدار الزهرة لبيت فاطمة معنوي يعني تقصد فاطمة عليه السلام معنويا وتصلي عليها شلو المشكلة أنها أيضا كباب حطة تغفر الذنوب القرآن إذا جازت هناك الجوز هنا عدنا وقت شم دقيقة فالدقيقة وحدة محمد بن عز الدين الأقساسي شاعر على البداهة والارتجال شاعر فحل بطل زين فشانوي واحد يمشون واحد صديق أو كذا زين فيمشون مروا على المدائن مدائن في تخون بغداد فيها سلمان المحمدي مدفون فصاحبه قال له هنا مدفون سلمان وذول الغلات جماعتك يقولون يا با الإمام علي عليه السلام طلع بعد صلاة الظهر من المدينة إجل المدائن غسل سلمان شفنه كذا دفنه جهزه يعني ورجع والمنادي لم ينادي لصلاة المغرب يعني قرابة أربع ساعات خمس ساعات ضحك هزيدة قال له معقول هذا الحش هذا غلو فهو جاوب بقصيدة وشاعر بداها وارتجال قال له أنكرت ليلة إذ سار الوصي إلى أرض المدائن لما أن لها طلب وقلت ذلك من قول الغلات وما ذنب الغلات إذا لم يردوا كذب فآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بالقيس وافى يخرق الحجب فأنت في آصف لم تغل فيه بلى في حيدر أنا غال إن ذا عجب إن كان أحمد خير المرسلين فذا خير الوصيين أو كل الحديث هبى يو تصير هناك تصير هنا يو هنا ما تصير حتى هناك ما تصير خليك شجاع وانكر القرآن قول ما تصير ليش ليش لتفتخوا أنا ما أطلب عقلي وأن كان هو شعر فأطلب عقلي لأن ذاك وصي لسليمان صحيح سليمان أقل رتبة منيا من الخاتم صلى الله عليه وآله هذا وصي الأعظم فالشغل إذا جازت مع وصي الأدنى رتبة جازت مع وصي الأعظم رتبة مو وإذا أنا ما جازت من باب أولا هناك ما تجوز ما تصير زين فغفر الله له إذن أول وحده وألحقه بي حيث كنت من الجنة هذا بي احتماليا الاحتمال الأول أن درجتك المصلي على فاطمة مدمن الصلاة على فاطمة مواضب الصلاة على الزهراء سلام الله تعالى عليها أنت درجتك ترتفع إلى أن تكون من أهل جوار المصطفى صلى الله عليه وآله مجاور لرسول الله أو لا المقصود ألحقه بي يعني واسطة النقل أنت في الجنة تخلت للجنة بعض العلماء تذاكر تخلت للجنة من أهل الجنة بس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينك وبينه مراتب فلكية صحيح تريد توصلا شلون واسطة النقل شنو هي سيارة طيارة شنو أن تصلي على ابنته فاطمة ابن الصلاة على محمد وآله محمد ابن الصلاة دقيقة ليش ليش على نحو الحقيقة ما ندري بس نقارب نسهم يعني إخواني الصلاة على محمد وآله محمد هو نوع من أنواع الإقرار بفضلهم وهاي ترى عمل من الأعمال مو سهل يعني مو بنائك أنت يعني طبيعي جداً أن تقر بفضل الأفضل شوف أنت الآن اثنين في دائرة مثلاً يعملون واحد مجتهد مواظب كم عدو يصير له منافسين يعني ما يحبون يصعد مثلاً في كل مجالات طبعاً في كل مجالات الحياة فيوم اللي تقر للأفضل بأفضليته وما منع الناس القرآن الكريم يقول يقول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول أين هذا مثلنا يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب ويمشي في الأسواق ويلبس مثل ملابسنا شنو فضل علينا آه سبحان الله يجفد واحد مؤمن مثل المسلمين زين المسلمين أقروا بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وها هم يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله زين في صلواتهم في مآذنهم في مساجدهم في كل شيء رسول الله مقدم صلى الله عليه وآله وسلم هذا ينحسب هذا فضل زين فضل فيبدو أن الصلاة عليهم عليهم السلام هو نوع من أنواع الإقرار بأنهم أفضل وهذا بحد ذاته وإنجاز هذا عمل عمل حقيقة وإلا بعض بعض الناس يعني ما قبلهم ما قبلهم الإمام السجاد عليه السلام يقول لو أن رسول الله أوصى بنا شرا افترضوا يعني افترضوا فرض لو أن رسول الله أوصى بنا شرا ما زادوا على الذي فعلوه بنا كيف وقد أوصى بنا خيرا لا إله إلا الله يقول الصاير صاير يوما شاعر يقول يومان لم ترني الأيام مثلهما يوم أسر ويوم زادني أرقى يوم حسين على صدر النبي به ويوم شمر على صدر الحسين رقى يا أبا عبد الله يا حسين أي والله مصيبة حقيقة مصيبة كل تفاصيلهم مولانا إمام مظلوم مظلوم الحسين عليه السلام عدنا اثنين شخصيات واحد ضد الحسين واحد وي الحسين اللي ضد الحسين اسمه نفس الاسم يحملون بس تبديل مواقع واحد اسمه هلال بن نافع ضد نافع بن هلال معه مع الحسين فنافع يقول طلعت ليلة العاشر طلعت يقول خاف على الحسين عليه السلام من الغدر من سهم شيء يعني فيقول طلعت جردت سيفه وطلعت شفته من شفته طلعت وراء يقول شفت الحسين يفعله فعلا غريبا الله شوف المظلومية يقول دققت النظر وإذا الحسين يقتلع الأشواك بسيفه أشواك هذه صحرات تدري كربلة بها أشواك يقتلحها الحسين بسيفه ويحكوين نفسه يقول يا دهر أفن لك من خليلي إمام إمام بعد رسول الله جده صلى الله عليه وآله المفروض بعيون الأمة الله أكبر هذا حاله يقول يا دهر أفن لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيلي من طالبين بحقه قتيل والدهر لا يقنع بالبديل وكل حر سالك سبيلي وإنما الأمر إلى الجليلي يقول مثل دموعك يقول بعد ما تمالكت نفسي بشيت سمع الحسين صوتي يقل لي من هذا نافع قتل فداك نافع قل لي تعال شعندك طالع قتل خفت عليك من الأعداء وغدرهم قال ماكو ضير تعال اتقرب يقول اتقربت من عنده قتل لشي تسوي سيدي يا أبا عبد الله قال كما ترى اقتلع الأشواك من هذا الطريق من هذه الفسحة ليش تقلع الأشواك قل لغدا عليها فرار بنياتي واخواتي كل شيء محسوب لك مقامات لن تنالها إلا بالشهادة والقتل كل يدري به الحسين الله أكبر يقول بعد ذلك أراني مصارع الشهداء قل لغدا يقتل فلان هنا وفلان هنا يقول آنو يا نبتشي إلى أن ثمة بره من الزمن رجعنا إلى جهة الخيام فصار على مقرب من خيمة العقيل زينب قال نافع ابقى مكانك حتى أسلم على وديعة فاطمة يقول وقفت بجنب الخيمة وقفت بجانب الخباء دخل الحسين إلى خيمتها صوت الليل مسموع يقول اسمعتها شو تقل تقل أبا عبد الله هل بلوت أصحابك أخاف أن يسلموك عند الوثب وسط كأكل السن قال زينب خايفة من أصحابي قالت لئي قال لها الحسين أخي زينب لقد بلوتهم خبرتهم فما وجدت فيهم إلا لش وسلق عس يستأنسون بالمنية دوني استناس الطفل بمحال بأم قال نافع لما سمعتها آيات تقول هذا الكلام لأخيها يقول رح بعت مسرع إلى الشيخ الأنصار إلى حبيب بن مظاهر قتلى حبيب حبيب قال ما الخبر شنو وراك شعندك قتلى اطلع من خيمتك خلى سولف لك قال سولف قول شعندك قتلى زينب وبنات رسول الله خايفات منه مرعوبات من وجود نه قال شلون عرفيت قتلى هذه زينب سمعتها تحدث أخاها اتقل لبلوت أصحابك خبرتهم قال الحل شنو قال الحل عندك انت شيخ الأبصار انت زعيم نو كبير نه يقول طلع رأس حبيب من الخيمة أو صاحب أعلى صوت يا أبطال الصفا يا فرسان الهيجا طلع قلبك من هالمكان هذا عيش يا تعزية لحظات تعزية قال هم يا أبطال الصفا يا فرسان الهيجا تطال على نصار من كل جانب ومكان لبيك يا حبيب ش عندك قالهم كل واحد يلبس لامة حرب ويتقلت سيف ويجي يقول يجوا تجمعوا كراديس عند خيمة حبيب أخذهم حبيب ووقف بهم بيزاء خيمة زينب وصاحب أعلى صوته السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم يقول بها الأثناء الحسين نظر الزينب قال أخويا زينب تدرين إش طلع الأنصار قالت لا أبا عبد الله قال نافع وياي نقل الخبر ش سوي قال أكلم الأنصار حتى تسكن فورتهم قالت لا وتقبل أبا عبد الله قال إنهم مني وأنا منهم مش لون ما أقبل يا مولانا يقول لبسة ارتدت عباءة أمها فاطمة ووقفت بأزاء الخيمة ويلي الله أكبر مشهد يأذي الغيور يقول وقفت زينب بباب الخيمة صاحات السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله السلام عليك عم يا حبيب عم يا حبيب انسبوني معرفة من أنا أنا ابنة الضارب بالسيفان الطاعن بالرمحان علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين يقول حبيب نظر للبصف فقل لنا ول ترى بحث وعلى رسيل قال ليش تشيخ الأنصار كبير قال أنا أمني أنا أمني وتسلم علي أنا أنا أمني ويتسلم علي بنت المرتض حام الحمية أمها فاطمة الزهرة الزيتشية أو هي مخدرة عباس هي يقول تنخ وذب العمام يهدون حسيا وخيام نذب ونحار بالصاب من عسكر بنمية يقول زينب نظرة الحبيب اسمع شي تقلة 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 يا حبي يا حبي يا حبي وتهم للعين مولاتك زينت قالت يا حبي وتهم للعين بي لا تهم ولا النساوين بس الله تنال آيا بس الله تنال آيا بلا حسين آيا آيا حيد وانصار جليلين وعداء حاطت به صوب يقول بها الأثناء تحشم الأنصار وإذا أبو فاضل سلام الله عليه طلع من خيم تشاف الأنصار كراديس عند خيمة زينب يقول خرج أبو الفاضل حاسر الرأس حاف القدم ميان مصلتا سيفا تقرب شاف زينب تحشم الأنصار يقول توجه الهاب والله قال هخو بو ويش طلعش من خامتي اتش خويا من خامتي اتش يا منفد ويروح وخوش الهابت اتش اش لانت نظامين بوجود اخوتك او خامتك بس يوفنا نفيلها يا أخو الله أكبر هاي ليلة يا أبو فاضل يوم ثاني زينب تستغيث فلا تغاث تستصرخ زينب يوم ثاني يا أبو فاضل نفس الليلة الثانية على التوالي يقول قعدت يم العباس تبجي وتحاجد قل أخو يا أخو يجيتك للنهر ما قاط علي اسم بل تشنبيك ألقى من الرجا انفاس انفاس وانخاك وتشد حيلك يا عباس مثل ما أجيت أرجع رفع الرأس لا تقبل يخو يتشوف ننا يا 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 الله بسم الله الرحمن الرحيم 3 من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إذا دعاه ويكشف السوء إلهي بمحمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد اكشف السوء والبلاء عنا يا الله عجل في فرج مولانا يا الله اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وسائر بلاد المسلمين يا الله اللهم بمحمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد وخفف عنا سكرات الموت وشدائد القبر وهول المطلع عرّف بيننا وبين الزهراء فاطمة في الدنيا والآخرة اللهم صلي على محمد وآل محمد ومن كان في جمعنا هذا طالب حاجة من عليه بقضائها يا الله من كان مريضا أو عنده مريض من على جميع المرضى بالشفاء يا أرحم الراحمين القائمين على هذه الخدمة قبل منهم بخير قبول وإلى أرواح موتهم وموت السامعين والحاضرين وجميع المسلمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات أماما وموتهم وآل محمد ومحمد ومحمد بويا يا بالحسن يلت حاضر الشديد انت كان وضحت بالعظيم الأجد احضر احضر اني ما بقى لأحد احضر احضر اني ما بقى لأحد لا احسيني ولا كل برض كافلي